تطلعات طامحة وآفاق أرحب وجهت أنظار العالم نحو تلك الطاولة المستديرة في جدة التي تحلق حولها القادة المجتمعون ليرسموا خطة عمل مشتركة نحو مستقبل مفعم بالتنمية القادة وفي بيانهم الختامي للقمة الأولى بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى أكدوا أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين على المستوى الجماعي والثنائي واستمرار التنسيق السياسي بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ومواجهة التحديات والعمل على ضمان مرونة سلاسل الإمداد والنقل والاتصال والأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن المائي ودفع بناء علاقات التعاون في تطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء والمتجددة وخلق فرص الأعمال التجارية ودعم فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجاري القادة من خلال البيان حث الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ الفوري لخطة العمل المشتركة على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات مؤكدين أهمية استمرار بدل الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتشجيع الاستثمار المشترك من خلال تعزيز العلاقات بين المؤسسات المالية والاقتصادية وقطاعات الأعمال لدى الجانبين لاكتشاف مجالات التعاون والفرص المتاحة وتوفير مناخ جاذب لقطاع الأعمال والتجارة والاستثمارات المشتركة والتعاون الاقتصادي لتحقيق المنفعة المتبادلة كما أكد البيان أهمية تطوير طرق النقل المتصلة بين المنطقتين وبناء جبكات لوجستية وتجارية قوية وتطوير أنظمة فعالة تسهم في تبادل المنتجات وأكدوا أن تزايد مخاطر المواجهة النووية بين الدول المسلحة نوويا يشكل تهديدا خطيرا ومرفوضا للسلم والأمان الدولي وأنه لا ينبغي أبدا أسماح باستخدام الأسلحة النووية ملفات عديدة وقضايا متشعبة ناقشتها القمة تواجهها تحديات عالمية تستلزم توحيد الجهود وتضافرها وصدأ مال وتطلعات نحو مستقبل ذهبي زاهر بالتنمية